اليوم ان شاء الله جبت لكم ملحة رائعة اللي هي الميني بورجر بالدجاج وصفة اقتصادية سهلة التحضير تقطعنا كمية كبيرة والبنة التعها ولا ارواع تبعوا معي الفيديو الاخير باش تعرفوا المقادير وطريقة التحضير نبدأ باسم الله اول حاجة نديرها هي العجينة في طبصية حطيت مغرفة كبيرة معمرة مليحة خميرة الخبز نضيف عليها مغرفة كبيرة معمرة مليحة السكر وممكن تستغنائها على السكر وتعوضوه مغرفة صغيرة نضيف ملحة العسل ثم نضيف كاس على الماء يكون دافي والكاس اللي نخدم به يرفض 250 مليلتر نزيد مغرفة صغيرة على الملح مغرفة كبيرة معمرة مليحة على اللحظة أو حليب بودرة واللي ما عندهاش حليب بودرة ممكن تستغنائها وتعوضها بمغرفة صغيرة على الخل وتعوض الكاس على الملح في الاول بكاس على الحليب ثم نضيف 4 كاس على الزيت استعملت الزيت العادي ونخلط كل هاد المكونات جيدا نخلط مليح مليح حتى السكر والخميرة يذوب مليح في السوائل من بعد نجيب حبة على البيض نخلطها جيدا ونضيف النصف في الخليط والنصف الآخر نخليه باش نزين به نخلط جيدا نذوب مليح البيض في السوائل دايما باستعمال الخلاط اليدوي أو الفوي ونضيف الكاس الأول على الفارينو نزيد نخلط نضيف الكاس الثاني نضيفه كامل ونلم أو نخلط عفوان في الاول نخدمه غير بالفوي وبعد نجيب الكاس الثالث نضيف بشوية ونلم العجينة تاعي كما هكذا نلمها بهذا الطريقة حتى نتحصل على هاد العجينة اللي لازم تكون تتلاسق كما هكما تشوفو رح يتلاسق بزاف وبعد نجيب مغرفة صغيرة تاع المرغارين تكون طريا نضيفها وندخلها مليح في العجينة هذا المرغارين نحضف لنا طراوة هاي للعجينة ندخلها بهذا الطريقة نخبطها مليح ندخل الزبدة ونخبطها كأنه نعجن فيها وهذه العجينة تحصلت عليها كما هكما تشوفو بالنسبة للفارينو استعمل ثلاثة كيسان والكاس الرابع ناقص ربع كيسان إلا ربع ثم نغطيها ونخليها ترتاح عشر دقائق وبعد نرتاح نشكلها كوريات صغر كما هكذا نضيف زيت في يدي ونشكلها لكي لا تسقل في يدي والوزن يكون حوالي 35 حتى 40 قرام بعد حطيتهم في السنوال يكون تدهنتها بالزيت ورشيتها بالفارينو ونضعهم في السنوال ونبلاطيهم شوية ونخليهم شطلعين بهذه الطريقة وبعد نجيب البيض لبقالي في الأول نضيف شوية على الحليب وشوية على الخل وندهن الخبيزات التاعي من الفوق على كذا بشعطيني لون الذهابي وبعد ما ندهنهم نخليهم يريحوا خمس دقائق وندخلهم الفرن الساخن على 200 دراجة شعل ملتحت غري يطيبون منتحت نشعلهم من الفوق بالنسبة للحشو عندي هنا كمية على الدجاج مرحي حوالي 400 قرام نضيف نص مغرفة صغيرة على المتغد مغرفة كبيرة على الزيت العادي نص مغرفة صغيرة على تابل شاورمو نص مغرفة صغيرة عكري حلو لا حرنت ومش تفضلو نص مغرفة صغيرة صبور مرحي ونضيف نص مغرفة على السكر رح يعطي ذوق رائع يضيف البنة لهذا الدجاج ونضيف الملح طبعا هنا يأكل واحد يدير الملح على حسب الذوق التاعه نضيف رشة صغيرة على بودرة الثوم لما عندها تدير فصين تاع الثوم ومغرفة كبيرة تاع الخبز المرحي ونضيف نص حبة البيض طريقة على الدجاج نضيف الكثير بنينه ويأتي حشو بنين هايل لهذا البرجر نخلط ملح نخلط كل المكونات نخدم بالملعقة طبعا تقدروا تخدموا بيدكم وتعجنوهم جيدا وبعد ما نخلط هم نشكل هم أقراس ونقلي هم في شوية على الزيت يعني نحمل هم برق ماشي نقلي هم بعد ما طبعوا الخبزات ونقليت برد وشوفوا كيف خفاف بزاف قطنيين جوا بزاف هيلين بعد نحكم هكذا خبزة صغيرة ونحلها بالموس من الأحسن يكون على المنشار باش نقسم لكم ملاح هكذا بعد محلتهم كامل في كل واحدة نضيفها شوية على الفروماج كميا غير صغيرة ندهنها من فوق نضيف مايوناز لا نكثر غير خطوطها كرقاق ونزيد شلاغة على الورق أو الخس نضيف ضوائر طماطيش اللي كنت ملحتهم شوية من قبل وخليتهم قطرهم ليحمل الماء ونزيد هذوك الأقراص على الدجاج شوفوا كيف طيبتهم اللون جهائل والبنة نضيف كل واحدة ونغطيهم هذو هذو مليمي بيرجر شوفوا كيف شكل شكل خفاف حكذا كيف نبدلوا من البوراك ونقوم بحاجة بنينة وسهلة كمية صغيرة وطبعاً لا تقدروا هذه الكمية على العجينة تخدموها كامل وتخبيوها في العلبة تكون مغلوقة ملاح ومرة على مرة تجبدو وتخدموه نتمنى تكون عجبتكم الوصفة لا تنسوا تشاركوها مع أصدقائكم في الأخير شكركم على المشاهدة ونقلكم تهلوا في روحكم صحف تاركم وتصنعوني في فيديو جاي ووصفات جديدة بإذن الله مع سلامة